ما رأيك دكتور صلاحية ليست المرة الأولى التي تسيطر في هذه الجماعات المسلحة على هذه المناطق الاستراتيجية لكن وفق المواطيات على الأرض الآن هل تكون الأخيرة؟ هو طبعا الغريب أن التصريحات الغربية خاصة الأمريكية والبريطانية قالوا بأن هذه مجموعات رهابية على رغم أن هذا الجذران وحرص المنشآت كان نفسه سيطر عن نفط قبل ثلاث سنوات فاستغر بني كيف اليوم تحول إلى إرهابي ومجموعات رهابية وقبل ثلاث سنوات كان يعتبر جزء من الشرعية النقطة الثانية أعتقد أن ما يتم في الهلال النفطي هو إشارة إلى أن هناك فيته على تأسيس الجيش الليبي وطني وأن الجيش الليبي حتى إذا تأسس هذا الجيش يجب أن لا تكون المناطق النفطية خاض عليه ونيعتقد أن دخول الجذران والميليشيات التي تدخلت الهلال النفطي هو تحييد منطقة الهلال النفطي مرابع النفط والمواني النفطية الليبية من إخراج منها الجيش الليبي وإخراج منها الميليشيات لآن دخلت الآن وتضع ممكن تكون تحت الهيمنة المباشرة الغربية ولهذا أني أعتقد الموضوع خارجي أكثر من داخلي ليس صراع بين الميليشيات وبين الجيش الليبي في الداخل لكنه صراع بين قوة أخرى أقليمية ودولية على النفط الليبي وعلى الموارد الليبي لكن سيد صلاح إن صحت هذه التوقعات أو هذه القراءات هل وفق المعطيات على الأرض وسيطرة الجيش الليبي بالكامل على هذه الموانع وعلى هذه المناطق واستمرار عمليات التمشيط في المناطق المحيطة والمناخ السياسي الإقليمي والدولي الذي أخاط بهذه العملية هل دخول طرف ثالث للسيطرة على هذه المناطق وتحييدها هل ثمت ما يدعم هذا الموضوع من معطيات على الأرض وفي السياسة كذلك طبعا موضوع معقد يعني مركب ليس بسيط هو مركب يعني هناك صراع فرنسي إيطالي على ليبيا هناك دعم فرنسا للمنطقة الشرقية وهناك إيطاليا وقوة أربية أخرى تدعم في حكومة التي تتشكلت في الإصخيرات فهناك تعقيد في الموضوع لكن الموضوع هو صراع خارجي وصراع أقليمي ودولي على النفط الليبي أكثر منه هو صراع داخلي بين الميليشيات وبين الجيش الليبي الجيش الليبي طبعا أي دولة من فيها الجيش لا يمكن تكون دولة يجب الجيش الليبي يبسط سيطرته على الأراضي الليبية كلها النفط هو أول نقطة مهمة من ناحية الجغرافية المنطقة التي فيها النفط استراتيجية ومن ناحية الاقتصادية هي مصدر قوت الشعب الليبي هناك قرار غربي حقيقة بأنه يجب لا يتحكم الليبيون في مقدراتهم ويجب دائما يقعوا تحت الضغط حتى الدعم الذي نراه الآن لعمليات الجيش هو كسب نقاط حتى يخضع الجيش أو يتنازل بعد هذه العملية يقدم تنازلات جديدة للقوة التي تتدخل في إيبيا